منتجات امطلال حبايبي هاد الفيديو لكل اللي بتسألني دايما بالرسائل امطلال كيف فينا نتواصل معاك ونطلب من منتجاتك هايدي مجموعة الابهارات اللي انتو شايفينا بالفيديو ومنتجات ابهاراتي دائما كمان تتجدد في عنا انواع جديدة بتنزل باستمرار الرقم مكتوب على الشاشة راح تشوفوا كل المنتجات المتوفرة حاليا من ابهارات من مونة من مكدوسات من امربيات انتو شو حابين تطلبوا وتتواصلوا معي فيه انا عندي حساب على الانستجرام موجودة فيه كل هايدي المنتجات مع المكونات مع اسعارها واستخداماتها بتكون اسهل لكم للاختيار وكمان فيه الرقم مكتوب على الشاشة علشان تتواصلوا معي على الواتساب وانا بعلمكم كيف فيكن تطلبوا من عندي فيه عنا شحن لكل الدول الاوروبية بيوصل طيران لباب بيتك عنا شحن لكل الدول العربية وطريقة الشحن والطلب كتير سهلة انا راح حط حساب المنتجات تحت الفيديو بتختاروا شو حابين المنتجات كلها هايدي شغل ايدي اللي بتابعني على سنابي بيشوفني كيف بحضر بهاراتي كلها مغسلة ومنشفة وما عندي خلطات جاهزة وانا بعبيها كلها هايدي الخلطات شغلة كمان البهارات الحبة بتتغسل وبتنطحن وبتتجهز لالكن البصل والتوم البودرة كلهم بينطحنوا طازة ما في شي مخلط كل البهارات منظفة وخلطات كتير مميزة ما حتلاقوها عند حدا الا منه عند ام طلال بتطلبوها بتتواصلوا معنا كمان المربيات او الموني او المكدوسات كلها موجودة وكلهم شغلة انا دايما بالسنابي بصور بشكل يومي طريقة تحضير الخلطات بتنطحن طازة ما عندي خلطات بتنعمل كميات كتير كبيرة منطحنها طازة اول باول بتخلص على طوله منرجع منطحن ومنجهز وطريقة زي ما قالت لكم ووضحت لكم الشحن كتير سهلة الرقم موجود على الفيديو تواصلوا معي على الواتساب عشان تشوفوا انتو شو حابين تختاروا من هايدي المنتجات وفي عنا كمان هايدي الخلطة كعك العباس مع طريقة التحضير هي كعك القالب مع الاوالب اذا حابين عنا بهارات السلق كمان هايدي كتير طيبة للسلق للفوح عندنا الزهرات الزهرات مختلفة فيها فواكم جففة ومكسرات من تين من مش مش من تمر كتير فيها خلطات ورق الغار عندنا المورنجا وعندنا الميراميل كمان المغسلة المنشفة عندنا شايل حمضيات هيدا شغلي انا خلطة المغلي وفي عندي كمان الزعتر باللبنة هيدا شغلي لبنة المجففة زعتر بالمكسرات عندنا الزعتر الفلسطيني كمان شغلي كلهم زعتر الدقة الصحية مع الحبوب الصحية ومكسرات السماء الفريكي ونشى البطاطا دايما بتسألوني عنه بودرة المنجا حبيبي كل المكدوسات اللي عم بتشوفوها بزيت الزيتون الاصباني ومطرباناتي كلها ازاز وجودتها عالية ونوعيات مكدوسات ما حتلقوها عند حدا الا عند امطلال هايدي كلها من ابتكاري وخلطاتي كتير مميزة ودبس الفلفل الاحمر الحار والحلو كمان متوفر وخلطة الزيتون بتلات انواع زعتر بلدي طبعا مربيات كلها فواكي طازة بنشتغل فيها اول باول وبجهزها وبصورها على سنابي ومتنوعة وكلها فيها مطيبات كتير مميزة فاتواصلوا معي على الرقم الموجود على الفيديو علشان تطلبوا وتختاروا والاحساب للمنتجات تحت الفيديو